اشتركوا في القناة اخذنا من انواع المتغيرات اللي هو الـ Numeric والـ Date والدولار والـ String في نوع يسموه اللي هو Scientific Notation Scientific Notation ايش بيعمل Scientific Notation بيحول لي طبعا الارقام العلمية مثلا انا بدي اعمل متغير جديد مثلا هاي متغير جديد S9 S9 المتغير هذا بدي يكون من نوع Scientific Notation بتعرفوه في الـ X الموجود طيب هلقيت انا بدي ادخل بينات في الـ Scientific Notation في الـ F9 انا دخلت 1000 شوف الـ 1000 كيف حتين اكتب وسع هيك ايوه شايف هذا ايش بعتبر بس عنده خانص صحيحة وهذه الـ E مختصر باور يعني قوة يعني بدل ما هي شايف هذه ايش اللي هي الـ 10,000 شوف ايش صارت الـ 10,000 الـ 1000 ايش صارت واحد E ثلاثة يعني واحد في عشرة أس ثلاثة العشرة تلاف عبارة عن ايش السوري الـ 1000 عبارة عن عشرة أس ثلاثة مثلا لو قلت انا 100,000 100,000 الميت ألف عبارة عن ايش هتتحول عشرة أس خمسة صح ولا لا خمسة مليون نشوف ايش بتصير الخمسة مليون من يقول ايش بتصير الخمسة مليون بدأ تحول لأي أس ستة تمام هذا هو نوع الصين تفك طيب لو لو بدأ أحولها لنوع الكومة لنوع ايش الكومة نشوف ايش بتصير شايف نوع الكومة هاي عمل لي بعد كل ألف عمل لي ايش فاصلة بعد كل ثلاث خنات ايش بيعمل بيعمل فاصلة تمام هاي نوع الكومة طيب غير نوع الكومة الدوت نتركز على الصين تيفيك نوكيش الانتاشن والكومة طيب نيجي نشوف بعدين في بعض البيانات بحاجة الى ترميز ايش عني ترميز انا لما يكون عندي مثلا لو انا في عندي الان بدي أضيف متغير تاسع عاشر مثلا اس عشرة اللي هو بدي يمثلي ايش الاس عشرة بدي اعتبره بمثل اللي هو الدرجة العلمية الدرجة العلمية الدرجة العلمية يا دبلوم او باكالورس او ماجستير او دكتوراه دبلوم او باكالورس او ماجستير او دكتوراه انا بدي اعطيها قيمة عددية الدبلوم واحد ماجستير اثنين دبلوم واحد باكالورس اثنين ماجستير ثلاثة دكتوراه عشرة واضح هنا في الـ 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 ايش بدي اعمل هنا الـ الـ مثلا واحد اللي هي دبلوم واحد ايش بتتكون دبلوم اد طيب اثنين ايش بتتكون باكالورس طيب ثلاثة ايش بتتكون ماجستير اربع ايش بتتكون دكتوراه طبعا هانا ايش بتضيف هان في اس عشرة اما واحد يعني دبلوم اثنين ثلاثة اللي هي ايش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة